السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا اليوم هو الإجابة عن أسئلة الأمهات والآباء الذين لديهم مشاكل في تعليم أطفالهم دخول الحمام والعلاج الوظيفي كنت شرحت سابقا لمجموعة من الأمهات كيف نفعل ذلك وكيف نعدل سلوكهم وكيف ندربهم اليوم مشكل آخر مختلف تماما عن الذي ذكرته في ذلك التسجيل أما فقط ملاحظة للأمهات الذين وضعوا أسئلة فقط حول أن أطفالهم لم يبدأوا بعد بتعليمهم أنا قد سجلت فيديو السنة الماضية كل الخطوات وصورت فيها كل الأشياء التي نحتاجها لتعليم أطفالنا من الصفر فقط أكتب تعليم الحمام أو سأترك اللينك في أول تعليق إن شاء الله المهم السؤال يقول لدينا طفلة سأقرأ تعليق كما هو حتى تستطيعوا المتابعة معنا ابنتي تحسنت قالت الأم ابنتي تحسنت تدريجيا كانت تمسك بيدي لتذهب إلى الحمام الآن تذهب بمفردها وحتى تنظف الحمام وترمي الماء وتنظف نفسها وتغسل يديها وهذا كله تعلمته مني عندما أدخل معها بقي مشكل تنزع ملابسها بمسافة بعيدة قليلا عن الحمام وتركض مسرعة إلى الحمام كيف أوضح لها أن ننزع ثيابها داخل الحمام فقط أحيانا تنزع البنت تنزع ابنتي أمام جدها يعني تنزع ملابسها أمام جدها وهذا شيء يحرجني أخاف أن تفعلها خارج المنزل أخاف أن تفعلها في خارج المنزل كذلك تعمل في نفسها نادرا وذلك عندما تأخذ الهاتف عندما يكون في الشحن وهي تعلم أن الأمر يزعجني تغلق الباب وتختبئ وراءه وهل يوجد حل لهذه المشاكل أتمنى أن تنصحيني وشكرا على ما تقدمينه وجزاك الله خيرا وأتمنى الشفاء والتحسن لجميع الأطفال هنا سأبدأ بمشكلة طبعا المشكلة التي هو موضوعنا هو تعليم أطفالنا الحمام وكل المشاكل المتعلقة بموضوع الحمام طبعا مشكلة البنت واضح جدا وأشكر هذه الأم على كل ما قدمتها لابنتها وأقول لك أيها الأم بأن ابنتك إدراكها ودكاؤها جيد جدا لذلك استطاعت أن تتعلم كل ما علمتها إياه وهذا ممتاز جدا بالمتابرة والقوة والصبر استطعت الوصول إلى هذه النتيجة الجيدة أتمنى أن تكون قدوة لكل أمهات ويعملوا مثل ما فعلتي وبالإصرار والتكرار يستطيعون كلهم الوصول إلى هذه النتيجة بإذن الله المشكلة التي عند ابنتك يا أيتها الأخت هي الكثير من الأمهات يقعون في هذه المشكلة هو أنه في بداية تعليم الطفل دخول إلى الحمام يقومون بنزع الثياب في الصالون وكلكم تعلمون بأن الصالون يستعملوه الأب الإخوة الأخوات الزوار يعني يجلسون فيه كل العائلة وكل أقارب حتى الغير أقارب يعني الغرباء يستعملون الصالون يجلسون فيه طبعا وهذا خطأ يعني ما بين كل الأمهات للأسف ولكن هذا راجع لطبعا البيت الذي تسكنون فيه لأن المراحد التي تكون معها غسل اليدين يعني مكان لغسل اليدين لا مشكلة يعني يكون مساحة المرحاض كبير قليلا بحيث أنه الأم تستطيع أن نزع ملابس ابنتها أو ابنها داخل الحمام وبعد أن تنظف يعني يلبس الطفل تيابه داخل الحمام أيضا وهكذا لا يقع في هذا المشكل لكن أغلبية الأمهات الذين لديهم هذا المشكل مثل ابنتك لديهم مشكل في الحمام نفسه الحمام يكون ديق يكون مرحاض منعزل عن مكان غسل اليدين ومنعزل عن مكان الإغتسال العام لذلك الأم يستحيل عليها أن تنظف يعني تنزع ملابس ابنتها داخل المرحاض لأنه لا يوجد أصلا مساحة لتدخل معها وتنزع لها الطياب هناك وتلبسها الطياب في نفس المكان طبعا في هذه الحالة الأم ماذا تفعل؟ يعني لديك مرحاض غير مناسب ديق ومستحيل تغير لابنتك داخل هذا المرحاض ماذا تفعلين؟ يجب تحديد مكان في البيت يعني أنت من يختار غرفة تكون من الأفضل تكون الغرفة التي تنام فيها هذه البنت وتحدد لها زاوية معينة وتفهم ابنتك بأن هذا هو المكان الذي نغير فيه الملابس يعني تغيرين لها الملابس ليس فقط لدخول الحمام ولكن في كل وقت مثلا أنتم مثلا تريدون الخروج إلى زيارة أقارب تحتاج إلى تغيير ملابس الآن نذهب إلى مكان تغيير الملابس ابنتي وتذهبون مع بعض وتغيرون ملابسكم هناك في ذلك المكان المحدد وكل يوم طبعا نحتاج إلى تغيير ملابس خاصة الملابس الداخلية تقريبا نغيرها يوميا لذلك يعني هي فرصة أنك كل يوم كل ما تحتاج إلى تغيير ملابسها تأخذين ابنتك إلى تلك الزاوية من الغرفة وتقول إن هنا مكان تغيير الملابس هي ستأخذها كعادة مثل ما أخذت العادة الأولى وهي أن تغير أمام أي شخص ولا تشعر بأي خجل لأنها تعودت عن ذلك هي لا تعرف بأنها قامت بعمل غير مرغوب فيه أو في خجل هي تصرفت كيف معتادت عادي يعني لا مشكلة عند البنت هي تحتاج فقط يعني إلى توجيه تحديد مكان في الغرفة التي تنم فيها البنت وتفهميها أثناء تغيير الملابس يجب أن تفهمي البنت وقولي لها أنت الآن كبرتي حبيبتي الآن يجب أن تغيري ملابسك بحيث لا ينظر إليك أحد إذا كان لديها إخوة أو أخوات أخرجيهم من الغرفة حتى تعتاد البنت بأن تغيير الملابس يجب غلق الباب وتغيير الملابس كما هي تفعل كما يعني ذكرتي بأنها تأخذ لك يعني تأخذ الهاتف وتختبئ وتغلق الباب وتختبئ يعني هي تفهم جيدا معنى الإختباء وهذا جيد هذا أمر جيد يساعدك في تعليمها الخجل يجب تقولين لإبنتك يجب أن نختبئ ونغير ملابسنا لأنه لا يجب أن يرانا أحد ونحن بدون ملابس لأنك كبرت الآن إنه شيء مخجل عندما تكررين كلمة خجل 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 وتعلميها وتعلميها كيف تختبئ وتنظف نفسها في اختباء وتغلق الباب على نفسها حتى تغير ملابسها حتى أمام أخواتها يعني حتى ستعود يعني على أنها يجب أن لا تغير ملابسها أمام أحد بمجرد أنها تعتاد على المكان وحدها لا تفعل ذلك ويوجد يعني هي نصيحة نصيحة لك أيها الأم ونصيحة لكل أمهات خاصة للأمهات الذين في بدايات تعليمهم الحمام لأطفالهم من الأفضل لا تنزعوا السروال كله إنزعوا السروال مثلا فقط إلى الأسفل يعني كما نفعل نحن كما يفعل كل الناس عندما تبدأين بتدريب الطفل علميه التدريب الصحيح يعني مثل ما نفعله نحن يعني لا تنزعي السروال كلها بل فقط يعني إنزعوا تستطيعين ماذا تفعلي إذا كان طفلك صغير عمرهم ما بين سنتين إلى سنتين ونصف إنزعي السروال كله أو التنورة إذا كانت بنت إنزعي التنورة كلها ولكن أندروير يعني اللباس الداخلي اللباس الداخلي لا تنزعيه كله بل فقط حاولي أن تضعيه في مستوى الركبة ولا تنزعيه بشكل كامل وأجلسي الطفل على المرحاض للأطفال هكذا سيتعود الطفل أنه لا ينزع ثيابه كلها حتى يستعمل الحمام أو المرحاض يعني هذه النصائح التي أقدمها لك من حيث الخجل يعني يجب أن تفهم البنت أنها كبيرة وأن لديها خصوصيات تلك الخصوصيات يجب أن لا يراها أحد أما المشكلة الآخر الذي ذكرته هو أن ابنتك في بعض الأحيان تعمل على نفسها عندما تأخذ الهاتف وتختبئ خوفا منك طبعا هذا سببه واضح البنت من كتر يعني حبها للهاتف وأنت منعتها عن الهاتف بكترة هي تحاول أن تستغل الفرصة أن تستغل أطول وقت مع الهاتف قبل أن تأتي وتأخذ الهاتف منها لذلك لذلك حتى لو كانت محتاجة إلى مرحاض وهي تعرف كيف تدخل كما وضحتي وتعرف تنظف نفسها كما وضحتي لا تذهب وتعملها على نفسها لأنها يعني محتاجة إلى أن تنظر إلى ذلك الهاتف لذلك هنا أنصحك بأنه بدل أن تمنعيها عن الهاتف نهائيا علميها كيف تستعمله استعمال جيد اعملي صور في الهاتف صور بصرية في هاتفك النقال الهاتف الذي سرقته لا أدري كيف يعني إذا كان هاتفك الشخصي أو هاتف أبوها يعني المفروض الأب والأم يكون لديهم صور بصرية في الهاتف بحيث أنك تعلم الطفل أنه الهاتف إذا أخذته تذهب مباشرة إلى الصور وترى الصور البصرية بذلك تكون قد استفدت شيء استفدت هي أن تنظر وتركز في الصور البصرية التي تعلمها كل يعني المفردات الصحيحة لتلك يعني المفردات الصحيحة التي نستعملها يوميا أيضا أن تستطيع تسجيل في هاتف كالنقال تصرفات الطفلة أثناء لعب الطفلة وحدها أو مع إخوتها صوريها بدون أن تنتبه لك وعلميها يعني اجلسيها بقربك وقول لها تعالي لننظر إلى الهاتف ويعني أتركيها تشاهد تلك الفيديوهات يعني تشاهد نفسها وهي تلعب مع إخوتها أو وحدها أو مع جدها أو أي يعني يعني على غفلة وكذلك صوريها خارج المنزل على غفلة وبعد أن تأتي إلى المنزل يعني حتى تفهم بأن هذا الهاتف يستعمل فقط لأشياء تدريسية وتعليمية وبالتالي ستمل من ذلك ستمل وتترك الهاتف ولا تهتم لاستعماله أيضا يوجد حل بديل آخر هو أنه تشتري لها هاتف للأطفال يوجد هواتف للأطفال تشبه هواتف الكبار ولكنها تعليمية تعلم الطفل الحساب يعني عملية الجامعة الطرح القسمة يعني هذه الأشياء تحتاجها في المستقبل في المدرسة طبعا يعني هي شيء مفيد عادي ولكن حدد لها الأوقات يعني مش طوال اليوم وهو الهاتف في يدها طبعا حدد لها وقت نصف ساعة صباحا نصف ساعة مساء وهكذا هي ابنتك تفهم جيدا لذلك لا تقلقي أبدا بمجرد أنك تحدد لها التوقيت تحدد لها يعني الأمور يعني ستفهم الموضوع ووحدها يعني تبتعد عن ذلك التصرف لكن أنك تمنع عليها شيء مباشرة واستعمال خاصة الجمل النفي جمل النفي تجعل الطفل يعند أكتر يصبح عنادي أكتر لذلك نستعمل نحن في برنامج صحبة أمل الحل البديل في هذه الحالة يعني الطفل هو مدرك وفهم ماذا يفعل ولكن يريد فقط عنادك هنا نستعمل الحل البديل والإرشادات ونصائح طبعا يجب حد يعني عمل حد لكل تصرف ولا نترك الطفل يتصرف على راحته طبعا حتى لا يتطور إلى سلوك غير مرغوب فيه في المستقبل إن شاء الله أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وأي أسئلة طبعا أكتبوها في التعليقات ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ويعني أي استفسار أو انتقادات أو شيء يعني أكتبوه في التعليقات حتى نتبادل المعارف طبعا نحن كلنا نتعلم ابني أيضا توحد شديد ويحتاج إلى تعليمه العلاج الوظيفي طبعا وفي تسجيل القادم إن شاء الله رح أهتم بالأطفال الكبار الذين لديهم مشاكل حسية يعني من سبع سنوات إلى خمسة عشر سنة والطفل ما زال لا يستطيع الدخول إلى الحمام والعلاج الوظيفي يعني لا يستطيع لبس ثيابه لا يستطيع يعني غسل يديه وتنشيفهم وحده ما زال يتكل ويعتمد على الأم أو المختص أو المربية يعني لدي نصائح جيدة إن شاء الله تفيدهم في التسجيل القادم إن شاء الله والسلام عليكم وربيش في أبنائكم وبناتكم جميعا ونهاركم سعيد ترجمة نانسي قنقر